فدأ بغنوركم وحن مغربي ومشاهدر نفس الطريقة لذلك الجزائري لأشقائنا في الجزائر بأن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدا من المهرب مروقي حيوان مروقي حيوان السلام عليكم كنا شوفنا الفيديو ديالك الجزائري اللي خدتوني ديال المغرب وحرقه لما كان المغرب العبدد جنوب إفريقيا وصع في كنا خسرناه ومبروك النادي اللي كان والدولة اللي كانت تلعب معنا هي جنوب إفريقيا بالفوز ديالك ولكن من حق أي واحد يشجع فارق اللي بغى يعني سواء كالخصم ديالك يعني انتع حر في الحياة ديالك ولكن مش تجرق أو تأخذ واحد التوني ديال واحد وتحرقوه فهنا يلقى ديالك كتولي كتضرب في ديالك اللي بلاد هادي غير قورة تسعين دقيقة بالون ضير من فوق غير بالبرد لما غادي سلي ديالك الماتش غتقى واحد الفرحة ولكن مور ديالك الماتش خاص لواحد يكون مسؤول على راسه ويكونترولي الأفعال دياله حنا لما خسرتون توم ما خرجناش وحرقنا التوني ديالكم بدينك نسبوه نعيرو ولادي حنا كان عدنا الحرية يتشجع فارق اللي بغينا لما خسرتون الناس تخرجوه فرحو ضحكوه ولكن ما وسطتش بين الدرجة ديال الواقاحة باش نشدوا التوني ديالكم ونحرقوه دبقا هالفيديو هدا اللي شفت بغيت نشوف زعماكين علاقة ديال المغرب مع الجزائر ونشوف واحد الفيديوهات ديال المالك الرحم رحمه الله محمد الخاميس والمالكة محمد السادس أن هناك أقطار لا يسود فيها السلم والأمن ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم وما أشد ضغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم تسوية تتفق وميط هاق الأمم المتحدة الذي يعترف للشعوب بحق تقرير مصيرها وليس من العسير على العزائم الصالحة هذا الفضل ديال المالك ديالنا رحمه الله محمد الخاميس كان مشا وكان كي طالب تشخدوا استقلال ديالكم يعني تشخدوا تشخدوا الحرية ديالكم تتخرج وتزك توني وتفرح فارق ديالك ويكون عنك تتايا لعكار ديالك وتعترف بك الدولة ديالك كان يمشوا كان يدافع لك لكي تأخذ الاستقلال فهذا أريد أن أركم أحد المغربي يستطيع نفس الطريقة لديك الجزائري يستطيع أن يحرق سوف ندير بحالكم كتكتنا ونفعل أن أخير بحالكم لا تحيالك أخي المغربي اخي ازاز عليك بطريقة فنية بطريقة احترامية ودفخي وما خرقونا التشورطة المغرب بطريقة احترامية تنسى لحقاش هذه تمتل واحد الشعب الحمد لله بطريقة احترامية انا اخي رجع على الفلاس وهاك اخي هذه الرجب جمعية منتزايا اخي تحيلة الشاب والله يتعاسي في الول انا شفت الفيديو كيف يصحب لي احرقه وعندما احترامي احترامي تعجبني الحال وتد طريقة كيفية طواها طريقة كتلاق بذلك المقام طريقة كتلاق بذلك العلم الذي يفيده ليس كتلاق بحاله طواها على جوج على اربعة وقدمه ليه بحالكم تعلموا جزائري ذلك الناس كنت اقول لكم حتى لما كنتوش كتعرفوا غير نقلوا وتتعلموا الحمد لله احنا ما غشوفوا منا الا الخير اجو تشوفوا المالك دينا محمد السادس اشنو كيقول لكم جوم اشنو كيقول شعب جزائري المسؤولي الجزائري وخلال هذه الاشرارة الاخيرة يتساؤل العديد من الناس العلاقات بين المغرب والجزائر وهي علاقات مستقرة تتطلع لي ان تكون افضل وفي هذا الصدد نؤكد مرة اخرى لاخواننا الجزائريين قيادة وشعبه ان المغرب لن يكون ابدا مصدرعي شر او سوء الحمد لله التي نوليها لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبين ونسأل الله تعالى ان تؤيد الامور الى طبيعتها امين الحمد لله المالك دي البلاد دينا اللي هو الفخر دينا اللي كمتننا كاملين يقول لنا دوك الجيران ديكم تتخلوا فيهم وخد تشوفوهم جاتي حاجة باتدخل بعضياتكم ما تحاولوش اعطيوها اهتمام فحنا ما غنعطوكش اهتمام يعني ذاك التصرف اللي جامل عندكم احنا غادي نديرو حسن نية وحسن التصرف وخانتم عطيتونا حسن الاساء ومستتونا في الممتلكة دينا فهمت ذاك الدرابو دينا التوني دينا وحركتوه احنا الحمد لله غادي نعطوكم الوجه الزوين وهناك جزائريون من اوروبا ومن داخل جزائر يزورون المغرب ويعرفون حقيقة الامور وان اؤكد هنا لاشقائنا في الجزائر بان الشر والمشاكل لن تأتيكم ابدا من المغرب الحمد لله الحمد لله الملك دينا قال لكم الشر والاساء ما غاديش من عدنا كونوا هاني وخط حرقوا الدراب وخط حرقوا التونيك احنا ندريكم بحاكد اخونا الصغير اللي ما عندو عقل ان شاء الله انهم يقدروا عقلكم وغا تندموا على الشي اللي كدير لان ما يمسكم يمسنا وما يصيبكم يذرنا لذلك نعتبر امن الجزائر واستقراره وطمانينة شعبها واستقلاله من امن المغرب واستقراره والاكسو صحيح فما يمس المغرب سيؤثر ايضا على الجزائر بالفعل لانه ما كالجزء الوحيد ذلك ان المغرب والجزائر يعانيان مع نفس المعانات كوزاماكين كان شي مغريبي هو لخد تونيديا جزائر وحرقه قاسنا من بالله العلي العظيم الان اولهم سنخرج وندوف المغربية سنقول لي ما عندكش الحق لكي تحرق تونيديا الجزائر هذه كتقال لعبة القانون ديه لا ضروري فيها الرابح وفيها الخاسر ضروري خصوة واحد يخسر لكي الاخور يربح ما نخليش ديك العلاقة تسعين دقيقة تقلب العلاقة ما بينجوش ديالدول كتر ما هي اصلا دابة ماشية هذيك بجد انتو ناس غريبة انتو ناس غريبة وناس عجيبة بجد يعني بجد دي مش طريقة تحفيل دي مش طريقة احتفالات دي مش طريقة لما تمسك تشيرت المنتخب المغربي في الشوارع وتولع فيه شوية ناس لمؤاخذة مش محترمين شوية ناس مش محترمين اه ممكن تفرح افرح يا عم عادي مش مشكلة افرح افرح في المنتخب المغربي انت حر لكن تمسك تشيرت المنتخب المغربي وتولع فيه تشيرت المنتخب المغربي انت متعرفش قيمة التشيرت دا اصلا والله لو واحد كده بيتفرج على الاحتفالات دي وما يعرفش ان المنتخب المغربي تهزم او ما يعرفش المنتخب المغربي هيقول ان الناس دي خلت بطولة هيقول ان الناس دي يعني دخلت كأس العالم هيقول ان الناس دي عملت حاجة معا محدش عملها قبل كده ولكن للأسف الفرحة الهيسترية والفرحة الكبيرة دي بسبب ايه عم امير بسبب خروج المنتخب المغربي اللهم كترحوا السادان والله لا هذا ما قولك المالك دينا الحمد لله ولكن فاش كيبقى فيك الحال أنا كمغريبي غنطلقى معك انت كجزائري رحنا كشركنا الإسلام كشركنا التقالية والعادة دينا كشركنا الدم فهمتي كنين خواتتنا جزائريين مجوجين هنا يوكنين اخواتتنا مغربيين مجوجين جزائريين يعني غيا فكروا غير معاقلكم اخوتي جزائريين ما تخليوش هاد الفتنة فمشي توصل لشي حاجاني ماشي يا مساء الخير العلم المغربي يا رحمك ما بيتحرقش العلم المغربي يا حلتمك تحطه على دماغك ودماغ اللي خلفوك العلم المغربي يا رحمك شرف ليك والأجدادك لأن المغرب شارك بشكل كبير جدا في استقلالك العلم المغربي يا رحمك العلم المغربي يا رحمك ما بيتحرقش العلم المغربي شرف ليك والأجدادك والأجداد أجدادك والأجداد أجداد أجدادك شكرا جزيلا غير مش عارفوه مش هيكل المغرب اللي عارفي العلم العربي كله عارف إن المغرب كان هو أول واحد كان كي طالب استقلال جل جزائر وبهذه المناسبة أهيب بالمغاربة لمواصلة التحدي بقيم الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما المغرب والمغاربة إلى جانبهم في كل الظروف والأحوال أما فيما يخص للدياءات التي تتهم المغاربة بسبب الجزائر والجزائريين فإن من يقومون بها بطريقة غير مسؤولة يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين وإنما يقال من العلاقات المغربية الجزائرية غير معقول ويحز في النفس ونحن لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى أشقائنا وشيراننا الحمد لله غير شي واحد صفت لكم الإساءة حنا ما نقبلوهاش الفيديو غيكون سالة هنا يا ونخلدوا آخر كلام لقال الماليك دينا حنا ما نسمحوش شي واحد يهينكم فتنتم ما ما تسمحوش شي واحد منكم يهين باشتقال العلاقة دينا معكم زوين وإن شاء الله غاد الدقات وكل شي غادي يكون وادق والحدود بعضيتنا غاد تعود ترجع وغاد تحل وإحنا غاندخل عندكم وانتم ما غادش يوعد فلهذا الله يجازيكم باخير أي مغرب يك يفكر يحرق العالم دي الجزائر كنقول الله يجازيكم باخير إلا ما تشوف غير هالفيديوه دي المالك دينا وعيش كي وصينا وانتم جزائريين بسؤولين على ريوزكم إلا شو شي واحد منكم كي دي الإساءة لنا فانتم قولين عن الشيطان تلاقوا في جي فيديو أخر من غير هذا وكيف ما تقولون انتم احنا خاوة خاوة والله يهدي ما خلق